السلام عليكم اصحابي و احبابي الطلبة ده من الفيديوهات المهمة جدا الناس كلها بتايما بتسألني عليه هو ازاي يا مستر عبد الحميد اقدر اعمل باسورد للملفات بتاعتي و ازاي عشان و ازاي اقدر لانا ما حدش يشوف الحاجة اللي بوه الا لما يخش على الباسورد عشان في ناس كتير اوه يا جماعة عندها في الشغل اه ما بتحبش ان زمالة يخش على الملفات المهمة عشان يعدلوا فيها او ما بيحبوش مسلا لو عندهم في البيت في ملفات مهم ازجاد ملفات بقى شغل او ملفات شخصية حد من الاطفال يخش على ملفات دي ويمسح فيها او يعمل فيها اي حاجة او يعدل عليها طيب انا ازاي بعمل كده قبل ما قولك ازاي تعمل كده لازم تنزل برنامج اسم وينرار وطبعا ما فيش جهز يا جماعة الا ما يكون في البرنامج للوينرار يا جماعة عشان ده بيفك الطغط بتاع الملفات بس هم بعملش كده بس جماعة مش بيفك الطغط بس ده كمان ممكن يحط لك او يخليك تحط باسورد على الملفات بتاعتك وانا هقولك ازاي تعمل كده دلوقتي لو انت ما عندكش البرنامج ده على الجهاز بتاعك هتلاقيني ضيف لك اللينك تحت في التسكريبشن في الوصف بتاع الفيديو تقدر تنزله بكل سهولة وبيبقى مجانة طيب انا ازاي بخفي ايه او بزاي بعمل باسورد للملفات بتاعتي عشان تقدر تعمل باسورد للملفات بتاعتك جماعة استيهزي لك الاول في لائك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس طيب او الحاجة ما انا بسمح لنا اعمل باسورد للملف تمام او فولدر او اي مستانت تاني انا عايزه ازايكني مستانت بقى اغنية ازا كان ساي بووروينت مسلا اعمل زكن واس وجد اواير راشة انا عايزة طيب انا لو عايز اللي انا بعمله ده تعمل عليه على حاجة واحدة بس عايز بتعمله عايز تعمله على الثلاثة زي ما انا عايز اعمله او اربعة او خمسة ما انت عايز تعمل بتعمل. طيب انا احدد الثلاثة دول اهو حددهم لك. وادوس كريك مين واختار حاجة اسمها ادو ارشيف. ادو ارشيف يعني الاضافة الى الارشيف. عتليني بقولك بالانجلش وبالعاربي. عشان الناس اللي عندها الويندوس بتاعها عربي تقدر تعرف ده وتعرف ده. فادوس ادو ارشيف يعني اضافة الى ارشيف. هلا هنا مديني القوائم يا جماعة. اول القائمة فيهم دي اللي نعرف عليها. اللي هي اصلا موجودة. دي هي القائمة general. بالعاربي يعني عام. هنا بقول لك ارشيف نيمت عايز تسامل الارشيف اللي انت هتعمل له ده تسميه ايه? فانا هشين مسلا تسكتوب. واحط مسلا في اي بي. وادوس ست باسورد. يعني احط باسورد. واكتب ان الباسورد واحد اتنين تلاتة اربعة. ري انتر باسورد يعني دي او اعيد دان كتابة الباسورد. فانا هخليه واحد اتنين تلاتة اربعة برضو. هنا بقول لي شو باسورد شو باسورد عشان تتأكد من الباسورد اللي انت كتبته صح ولا غلق. طيب. هنا بعد كده انكريبت فايل سنين. طبعا من الافضل انك تعمل انكريبت فايل سنين. اسمعنا يا جماعة يعني تشفير. هيشفر لك اللجوة الملفات بتاعتك. يعني حضيرك مش هتقدر ان انت تعرف ايه اللي جوه الملف الا لما تفك الباسورد. طيب ده جميل جدا عشان محتش يعرف ايه اللي جوه. بعد كده هدوس اوكي. وبعد كده هدوس هنا اوكي. هلاهو الملف بتاعته هو طبعا الملفات دي بعد كده يا جماعة انت عايز تنقلها في مكان تاني ما حدتش عارف مكانها او انا هعمل لها اهو. همساحة خلص. تمام. وبعد عمل لها ادي دين ملفات بتاعتي. طيب انا عايز اخش على ملفات تاني اعمل ايه? هدوس اعطي على طابل اهو. اكتب الباسورد بتاعك. طيب واحد اتنين تلاتة اربعة. ادهو شو باسورد? واحد اتنين تلاتة اربعة البنة كتبه صحة. ادوس اوكي? هتليه فتح لي الحاجة بتاعتي. طيب. انت طيب عايز تنزلها تاني هنا قدامك حالي من اتنين. ايه ما تضغط على واحدة بس عشان ما عايز تنزل واحدة بس اهو. ادوس يعني اضافة ايه. وادوس اوكي. اهو. ادي الملف اللي فيها اي بي اهو. اضغط عليه هلاقي بس منزل لي حاجة واحدة بس اللي انا اخترتها. طيب انا عايز انزل التلاتة. خلص يما ما تحددش حاجة زي ما انا كنت محدد كده. عايز تنزل التلاتة ما تتحددش حاجة. اهو اهو اضغط هنا كده على الفاضي وادوس اوكي. اهو بقول لك انا كنت عامل ملف ده قبل كده. تمام? وفي يعني الملف اللي انت اخترته ده كان موجود قبل كده. ومنهم اللي هو باور بوينت ده. فانا هقول له يستقول. يعني حطهم لكلهم تاني عادي. وهقفل هنا. هفتح. قليه هو. ادي هو الملف بتاعي. واده هو الاغنية. واده هو مستر عبد الحميد. وبكده دي قدر تعمل للملف بتاعك. ودي قدر ترجعه بكل سهولة. اشوفكم ان شاء الله فيديوهات قاطمة. اه استعزنكم في لايك سابسكرايب وتفعيل زر الجرس.